والسير على منهج محمد مصطفى عبدالقادر المهرج سائرين على هذا المنهج من بيهدم الباطل؟ إنما حقدوا على إخواننا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ربنا مدّاهم وأدّاهم من فضله ومن خيره هؤلاء الإخوة الشيخ مزمّل والله حسدوه فقط لكسره لأهل الباطل ومناظرته لهم وما من مبتدع صوفيا كان أو إخوانيا أو سروريا ناظر الشيخ مزمّل إلا وقصموا وكسره بفضله إنما حسدوه ابن تيم يا رحمه الله تعالى كثير من أعداء ويتقال أعداء لأنهم مختلفين معه في الدين اللي بيحمله أبداً لا إنما حسدوه حسدوا ابن تيمية قالوا الفتاوى التي يفتي بها ابن تيمية تسير في الناس سير النار في الهجيم فتاوى ابن تيمية بيطير كده بيتمش في الناس حسدوه ما يختلف معه في المنهج كثير منهم ما يختلف معه في المنهج البي يدعو اليوم لكن لما وجد من القبول راجع كتاب دعاوى المناوين ووزعنا لكثير من الطلاف المحذ في الكتاب بيسرح في عداوة الخصوم لابن تيمية قال لما قربه الحاكم وكان محباً لابن تيمية وعانقه أمام الناس بيقاب عانق في ابن تيمية قدام الناس والقضاء قضاء بتاع المزاهي في قدرة الدنيا الواحد قابل وكانوا بحرشوا على ابن تيمية حرشوا على والسلطان أسجنوا وعملوا واحبسوا وامنعوا من الكلام وما يدرس حسداً فقط قال ابن مخلوف حرّفنا على ابن تيمية فلم نقدر عليه أول ما جاء الحاكم واعتنق ابن تيمية قدام الناس جاءوا قال لهم افتي في هؤلاء أديني فتوى إن القضاءة اللي حرّشوا عليك وآزوك وسجنوك وعملوا دين طلع فتوى إنه أنا أكتلهم كلهم ابن تيمية قال لهم لن تجد مثل هؤلاء ودافع عنه معانهم اللي ظلمو قال ابن مخلوف حرّفنا على ابن تيمية فلم نقدر عليه قالت وَتَمَكَّنَ مِنَّا فَعَفَى عَنَّا وَصَفْحَ عَنَّا قال بَلْ وَدَافَعَ عَنَّا حَسَدُوا